ويمكن زي ما كنا بنقول لحضراتكم في المقدمة الشغل الشاغل والحديث لدى الجميع عن أخبار العاصفة دانيال عشان كده خلونا نروح نصبح على زملتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على آخر أخبار التقس والمرور ونعرف الجديد في العاصفة دانيال صباح الخير يا لمي صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان صباح الخير يا لمي أعتقد دلوقتي يعني كل العيون متجهة إليك فأقول لنا بقى آخر الأخبار وإن شاء الله تكون أخبار وبشارك هي الأخبار الكويس عموما العاصفة دانيال يعني احنا بتجلنا البقايا بتاعتها لكن لازم الناس تاخد في عين الاعتبار تعليمات هيئة الأرصات الجوية اللي هقول لكم على تفاصيلها بعد شوية بصبح عليكم بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية ودلوقتي تعالونا استعرض في الأول بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر ونبدأ بالقاهرة بالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد مدان العباسية هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو بعض الكثافات إنما نسبية ونروح عند كوبري الجلاء هناك هنلاقي في سيولة مرورية ومكملة لحد طريق العروبة عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا دخلين على طريق المطار عند كوبري كمان الحدايا اللي جاي من الزاوية الحمراء والمتاجه للفنجاري برضو في كثافات نسبية نفس الموضوع أعلى كوبري المطارية للقادم من الكابلات دلوقتي نروح للجيزة ونستعرض هناك الحالة المرورية ونبدأ من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية شارع الهرم الرئيسي بيشهد كمان تباطؤ في حركة سير السيارات وده بسبب غلق الطريق في تقطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وفي شارع العريش ومضكور والطلبية كثافات تانية للمتاجه لكوبري الجيزة المعداني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين هنروح دلوقتي لمحافظة أسيوت وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوت ولما نوصل هنلاقي هناك كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة نروح للإسماعيلية دلوقتي ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6 كده خلصت جولتنا المرورية وخلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة النهاردة فيه انخفاض طفيف في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء وفيه سقوط الأمطار متفوتة الشدة على شمال البلاد والطقس النهاردة هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشمال الصعيد كمان فيه نشاط للرياح أحيانا قد تكون مطيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد فيه كمان فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كمان فيه أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة وانتبع مع حضرتكم التقص بالتفصيل بعد شوية